الفيفا ستقوم بفتح تحقيق جديد والذي يشمل الحكم الجامبي غاساما الذي جاءت ضده شكوى من طرف الاتحادية الليبية لكرة القدم حيث قصف نادي الأهل الليبي أمسية يوم الأحد الحكم بكاري غاساما بعد إدارته لقاء الأهل الليبية أمام بايرتيس الجنوب الإفريقي ونشر النادي الليبي بيانا له عبر صفحته الرسمية لفيسبوك بعد إقصائه من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية وأهم شيء جاء في البيان أن غاساما رجل المباراة بعدما قام بإلغاء ركلتين جزاء مستحقتين لنادي أهل طرابلس الليبي وواصل في البيان أن اللجنة التسييرية للنادي عملت جاهدة من أجل تبديل الطاقم التحكيمي الذي كان تحت قيادة الحكم بكاري غاساما وجاء هذا التقرير نظرا لسمعته السيئة خاصة الأخطاء الكارثية الخاطئة التي اتخذها ضد المنتخب الجزائري لصالح المنتخب الكاميروني وكشفت أيضا بعض التقارير أن الاتحادية الليبية لكرة القدم قامت برفع شكوى ضد الحكم بكاري غاساما لدى الفيفا والكاف وذلك بسبب تلاعبه بنتيجة المباراة بين الأهل الليبي أمام بايرتيس الجنوب إفريقي في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ومن خلال هذه الأخبار فأن الحكم الجامبي بكاري غاساما سيكون في ورطة حقيقية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم والكاف